الجزء الثاني اللي هو مع كرويش اللي هو المدير الفني المنتخبنا القومي كرويش انا معرفش في العقد بتاعه مكتوب ايه عشان ما قدرش اقول لكم بس انا سمعت هو ما اسمعتش مش عاوز احطه كل الكلام في حاجة انا سمعتها لازم شوف بعناي العقد بتاعه اللي انا سمعته من الناس في اتحاد الكرة قال لك انه هو جاي عشان يوصلنا كأس عالم يعني معناها بطولة كأس العرب اللي احنا طلعنا من اخذنا الرابع فيها برا قلنا خلاص كأس الامة افريقية احنا زي ما قلنا كأس الامة افريقية راحنا عشان نكسبها لان احنا تعودنا عليها لان احنا نبناها تلات مرات متتالية مع المعلم حسن شحاته وكلنا فاكرين وكلنا عارفين الراجل ده قدم ايه لكرة مصرية لو انت واخد دي كمان تجربة لكأس العالم عشان ما تشين لا لا لانت بقى لا تنفع لكأس عالم ولا تنفع في اي حاجة تاني بصراحة ربنا انا بقولها كده وانا زعلان لان اللي حصل ده الحقيقة موضوعات كتيرة جدا كان نفسي اتكلم فيها مع حضراتكم في الوقت لكن الوقت عندنا داية وكمان عندنا الجمهور عايز يقول حاجات كتيرة جدا لكن انا بقوله المستر كريش ما تعانيتش ما تعانيتش مع المصريين وبعد كده ادي فرصة للجهاز الفني اللي معاك يسألوا خليه يقول انا عمليها بش ديكتاتورية لا احنا مصريين احنا بنحبش زي ما قلتلك زي النادي الاهلي ما بنحبش نخش لا تاني ولا تالت احنا بنلعب على الاول عشان كده في حاجات كتيرة جدا في الحلقات اللي جاية هنقولها بدون حرج لان احنا بالنسبة ان احنا كجمهور احنا بنعشق لمصر انت عندك لعبة كويسة بتصمم على حاجة معينة وبتخسر بيها الله اما انت جاي تجربة لمصر انت جاي لمصر عارف يعني ايه المصر اتمنى انك تراجع نفسك الفترة اللي جاية وبسرعة قوي 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 لان ما فيش وقت الفترة اللي جاية ديت وتعيد حساباتك مع لعبين لعبين وفي لعبين عندك فيه عندك قماشة كبيرة جدا موجودة المحترفين وفيه ناس في الدور العام بدأت تظهر فيها وشوفتوا حاجاتكو ايسا فيها احنا مصر حجمها كبير وبلد كبير ونفسنا نشوف مصر دي في العالي وهنشوفها في العالي سواء بيك او من غيرك ده الجزئية اللي انا كنت عاوز اتكلم فيها